موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا الفخمين الله يسعد لي كل أوقاتكم وصلنا لآخر محطة في التأسيس يعني اليوم آخر حصة في التأسيس تبعنا طبعا إحنا زي ما حكينا إذا احتجنا أي مهارات رياضيات داخل المنهاج راح نشرحها في وقتها يعني في بعض المهارات غلط نأخذها الآن لكن بتكون وقتها مناسب داخل الدرس يعني مطلع مثلا فكرة أو مهارة طالب ما بتقنها إحنا رأساً بتدخل بتكون مقنعة داخل الدرس أكثر من أعطيكيها في أول التأسيس لكن إحنا الحمد لله قطينا كل المهارات اللي مرت معاكم في السنوات السابقة وراح تفيدنا في منهاج التوجيه طبعا في شغلات إحنا ما أخذناها لأن إحنا ما بتلزمنا إحنا بهمنا أي مهارة رياضيات مهما كان السؤال ومهما كان الدرس لازم نخذها وصلنا للمحطة النهائية المحطة النهائية فيها اللي هي المتباينات آخر شغلة في حصة التأسيس هذا كله أخذنا المتباينات وفي قبل المتباينات الخطي نشرحها بطريقة مرتبة على فكرة المتباينات راح تمر معنا أكثرش بالفصل الأول يعني الفصل الثاني ما إلها استخدام فبتهمني أكثرش بالوحدة الأولى خاصة الدرس الثالث عشان يمكن أن نخذها بطريقة مرتبة حلوة زيكم إن شاء الله إذن آخر موضوع في التأسيس اللي هو المتباينة طيب إيش هي المتباينة السابقة؟ المتباينة هي علاقة رياضية تحتوي على الإشارات التالية يا أكبر أو أصغر أو أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي هاي تقرأ أكبر إحنا نقرأ من جهة الإكس دائما أكبر أصغر أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي يعني إذا كان عندك علاقة رياضية تحتوي على أشارة الأكبر لحالها أو الأصغر لحالها أو الأكبر أو مساوى معها أو أصغر أو مساوى شو مسميها؟ مسميها متباينة المتباينات إحنا بالنسبة للأدبي في عندنا نوعين المتباين الأولى المتباين الخطية هي الخطية أول نوع نوع الأول طبعاً شو يعني خطية احنا أخذنا دائماً خطية بيكون أعلى قوة على الـ X1 تمام تمام طبعاً المتباين الخطية لو ما راح نتعلم كيف شو يعني متباين خطية ليس سموه متباين خطية وكيف بحلها وكيف بطلع القيم تبعتها طيب نأخذ المثال حل المتباينة الآتي نحن طبعاً شغالين أساً بالخطية يلا نأخذ المثال 3X-1 أكبر أو يساوي 5 مش حلوة الخمسة يلا هاي خمسة ركز لي على هاي عمر هل هاي متباينة؟ آه ليش لنا احتوت على إشارة أكبر ومساواة ما بعض هاي تقرأ أكبر مع مساواة أكبر أو تساوي تمام تمام طب ليس سميت الساد متباينة خطية؟ تعال على المتغير الجوه شو الأس تبعه؟ واحد إذا كان الأس للمتغير واحد يعني أعلى أس في المتباينة واحد بتكون متباين خطية طبعاً حلها سهل جداً شو يعني حلها؟ يعني تطلع لي قيمة الإكس يا عمري الآن يا حبيب قلبي حل المتباينة خطية قريب جداً من حل المعادلة الخطية يعني أول شيء بتخلي بتفصل المتغير لحاله هاي المتغير شفته؟ بدي أخلي المتغير لحاله في طرف وكل الثوابت في طرف ثاني إذا وصلت لهذه المرحلة انتهك حلية المتباينة مرة ثانية حل المتباينة الخطية بشبه أو قريب جداً من حل المعادلة الخطية حتى تحلها افصل المتغير تابعك لحال والثوابت تكون لحال ثاني طيب نبدأ أول شيء مين مضايق على المتغير إكس؟ اللي هو الثلاث لأنه في حال الضرب والسالب واحد شو قلنا دائماً بالمعادلات؟ أول شو تخلص من الزائد والناصب بعدين تخلص من الضرب دير بارك أول شو تخلص من مين؟ من ناقص واحد زائد واحد زائد واحد أي راح مع بعض شو نزل عندك على الطرف الأيسر؟ ثلاثة إكس أكبر أو تساوي ست هل انتهى حلية؟ لا لسه يا عمري أنا متى أحلية بانتهي لما تصفي الإكس لحالها ما في قدامها ولا وراها ولا فوقها مين ظل مضايق على الإكس؟ ظل عنده مضايق الثلاث طيب الثلاثة شو علاقتها مع الإكس؟ ضرب إذن بقسم على ثلاث على ثلاث هبوا بروحل مع بعض إكس أكبر أو تساوي ثنين تمام؟ تمام إذن خلصفة عندك الإكس لحالها فعلا تبعيش لا قدامها ولا فوقها ولا تحتها ولا وراها إذا وصلت للمرحلة هاي تكون إكس لحالها مستقلة عطرف شو بكونيك أنت حلية متباين؟ لكن راح علمك شغلك كمان زيادة حتى أنت تفهم أكثر ممكن يحتاجها بس تخلص حل بدك تكتب مجموعة الحل على شكل على خط الأعداد وعا شكل فترة بهمني الثنتين عفك يلا نبدأ هاي خط الأعداد شو بتحطه هنا؟ بتحط الرقم اللي بدي إياه؟ هاي وثنين ركز معي إذن دائما بحط الرقم اللي طلع معك هاي المنطقة شو بسميه إحنا؟ هاي بسميه هاليمين معروف دائما هاي يمين لثنين هاي شو بسميه إحنا؟ اليسار يلا تعال معي إكس أكبر أو تساوي اثنين الأكبر دائما بروح مع اليمين هاي الأكبر وين بتودي؟ مع اليمين يمين العدد طبعا الأصغر وين بروح؟ مع اليسار ركز على هاي المعلومة هون بدي أكبر إحنا دائما نقرب عند الإكس إكس أكبر من اثنين إذن وين بدي روح؟ بدي روح من الاثنين لوين؟ على يمين الاثنين تمام تمام لأنظر عندي مشكلة إحنا منين بلشتنا؟ بلشتنا من اثنين طب شو أحطون؟ ساهم دائرة إذا كان في عندك إشارة مساواة بتحط دائرة مغلقة شو بتحط دائرة مغلقة؟ مرة ثانية إذا كان في المتباينة في إشارة مساواة بتحط دائرة مغلقة فيش مساواة بتحط دائرة مفتوحة زي هيك رح نخذك بساواة كمان شوي إذن هاي هيك مثلنا المتباينة حلها على خطر عدد لازم نكتبها على شكل فترة دائما الأكبر بتحط الرقم الثنين فاصله وين بتروح على المالة نهاية موجة هاي بكون عندها دائما مفتوح للمالة نهاية احفظ هيك معناها مفتوح هيك شو معناها؟ مغلق تمام تمام المالة نهاية الموجة ولا السالب دائما عندها مفتوح لان بنجي للرقم هل أحط مسكر المفتوح؟ حسب إذا كان في عندك إشارة مساواة هاي ركز معي بحط بغلق الفترة لو كان عندك من دون مساواة بحط إيش؟ زي هاي تمام تمام هاي حل مرة ثانية بنكتب هاي الملاحظة إذا كان موجود إشارة مساواة تكون الفترة مغلقة منين؟ من جهة العدد يعني بتكون زي هيك تمام؟ أما المالة نهاية دير بالك بتكون دائما مفتوحة هاي أول مثال ناخد كمان مثال يا عمري سهل قدا قدا كمان واحدة حل المتباين التالي هاي ها 2x زايد 1 أقل من 11 هل هاي متباينة؟ نعم متباينة ليش لان احتوت على إشارة الأصغر؟ احنا دائما نقرأ من جهة الاكس 2x زايد 1 أصغر من 11 يلا قلنا حل المتباينة الخطية سهل جدا يا عمري بتحلها قريب لمعادلة شو يعني حل المتباين؟ يعني خليلي قيمة x لوحدها هل x لوحدها في هذا السؤال؟ طبعا لا مين مضايق عليها؟ الواحد والاثنين إذا خلصنا من الواحد ومن الاثنين هيك حلينا المعتبائي أوش دائما نبدأ من الجمع والطرح خلصنا من الواحد ناقص واحد ناقص واحد هذول بروح لنوع بعض 2x أقل من 10 جميل قسم يا عمري على 2 ليش تقسم؟ لان انا بدي دائما بدي أتخلص من معامل x يعني لازم أتخلص من الزوائد والمعامل x دائما المعامل x كيف أتخلص منه؟ بقسم عليه نفسه هو نفسه شرطه على 2 أولا بروح مع بعض x أقل من 5 مثل ليها على خط الأعداد هاي خط الأعداد شو بحط دائما الرقم اللي بطلع معنا هاي 5 كنا هاي منطقة اليمين هاي منطقة اليسار شو يعني المني يعني؟ هاي منطقة يمين الخمسة وهاي يسار الخمسة الان شو في عندك أصغر الأصغر دائما بروح يا عمري بروح على جهة اليسار تريد بالك الأكبر قلنا بروح مع الأيمين الأصغر وين بروح دائما مع الأصغر هون شو في عندي أصغر اذا ورا روح راح روح على التجاه هذ يلا هاي الاتجاه لان يا حبي ارجع على السؤال في مساواة؟ لا ما في مساواة إذا كان فيش مساواة شو بتعمل؟ بتحط دائرة مفتوحة عند الرقم هاي لو كان في مساواة هون بتغلق الدائرة بتخليها ايش معتمية يعني سوداء لكن إذا كان ما في إشارة مساواة ما بحط دائرة مغلوة بحط دائرة مفتوحة هاي التمثيل تباحة الآن دور إيش الفترة دائما الأصغر شو بأخذ سالب مالا نهاية الأكبر شو بأخذ مالا نهاية دائما الأكبر وين بروح بظالم التجاه للمالا نهاية موجب الأصغر وين بروح دائما للإشمال لسالب مالا نهاية و بعدها بتحط الرقم قلنا دائما المالا نهاية الموجب وشو بتحط عندها؟ إشارة مفتوح العدد الآن روق لي عصابك باجي على المتباين فيها إشارة مساواة؟ لا إذا ما فيها إشارة مساواة؟ شو بحط إشارة الفتحة هاي حل المتباين الخطيئة مش صعب سهل جدا جدا طيب لان نخذنا كمان مثال شوفي هذا المثال ثلاث ناقص ثنين اكس أكبر أو تساوي يلا ناقص ثلاث ناقص ثلاث حط اللي هون تقريبا هاي خمستاش ركزي بالعلى على السؤال اللي حلول المرتب هل هاي متباينة؟ نعم لأنه فيها إشارة أكبر ومساواة مع بعض أكبر أو مساوي طيب شو داك تعمل أسا؟ بدي خلي الـ X لحالة هايها الـ X لحالة هل الـ X لحالة؟ لا يا عمري مش لحالة. من يمضايق عليها؟ الثلاث اللي لحالها والمعامل التابعة له سالب 2 دربات سالب 2 هاي هي معامل X أول شي أخلص من سالب 2 هل احنا دائما معامل X احنا دائما معامل X نخليه آخر يشي بنخلص منه أول شي بخلص من الثلاث ناقص ثلاث ناقص ثلاث هذول بروح مع بعض سالب اثنين اكس ما راح تسالب اكبر او تساوي اثناش هل انتهى الحل لا لسه مين ظل مضايق عنه ظل مضايق عنه سالب اثنين يلا بقسم على سالب اثنين على سالب اثنين هذول بروح مع بعض فتح لي ذلك في عنده مشكلة موجب تقسيم سالب سالب اثناش تقسيم اثنين كدش فيها فيها الستة ايوه ركز على الكلام دي حكي لك اياه دي حط تحتيه مليون خط احمر لانه خطر اذا بتقسم على سالب لازم تغير التجاه المتبايد هاي ضربات الوزارة هون يعني بكونوا حاطين انت اخر شي اخر مرحلة في السواب بتقسم على سالب اكثر الطلاب شو بعمل بروح بنزل هزل مهلاء شو عزم تعمل لازم تغير اتجاهها يعني اذا كانت اكبر بصير اصغر اذا كانت اصغر شو بصير اكبر تمام تمام اذا هاي ملاحظة نار 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 ملاحظة هامة جدا ملاحظة نار 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 أصغر إذا كان أصغر بصير أكبر يعني إذا كان فاتح لليمين بصير لشمال انتبهي على هذه الملاحظة مهمة جدا حطها على قبذلك حطها على ملاحظاتك عندك لما تقسم المتباينة أو تذر المتباينة بعدد سالب لازم تغير اتجاه المتباينة من أكبر لأصغر هذه الملاحظة أنا بعتبرها مهمة جدا وأكثر الطلاب بغلطوا فيها في الوزارة طبعا هم عارفين الطلاب بخربطوا بنسا فأنا كل امتحان دائما بجيبها للطالب أنا شو صفة جوابي؟ صفة جوابي X أقل أو تساوي سالب 6 عادي درسم خط أعداد هاي خط أعداد بحط الرقم اللي بديه له سالب 6 هاي منطقة اليمين هاي منطقة اليسار شوفي عندك هون عندي أصغر ولا أروح رح رح روح على الشمال هيا في مساواة شو بعمل هنا بحط دائرة مغلقة يا عمري الآن عندك X أصغر الدالب الأصغر شو بتحطه دائما هنا سالب مالة نهاية مع مين؟ مع العدد هذا سالب 6 المالة النهاية بأشكالها دائما تحط عندها مفتوح لكن العدد بدك تتروق عصابك في عندي مساواة شو بحطهم؟ بحط خط مسكر يكبير تمام؟ تمام إذن هنا شو اللعبة صار في السؤال؟ حليت السؤال طبيعي دخل المتغير لحاله اتفاجأت أنه في آخر خطوة لجأت أني أقسم على سالب لما قسمت على سالب اتغير اتجاه المتبينة كانت المتبينة الأصلية أكبر مجرد ما قسمت على السالب شو قلبت؟ قلبت أصغر نأخذ مثال ثاني عليها قد نخش على النوع الثاني وننهي معنا التأسيس طيب شوف هذا المثال واحد ناقص ثلاثة اكس احنا شو حطينا غاد؟ حطينا أصغر حطيناك خنحط أصغر المرة هاي أصغر من دون مساواة ونخل نقول مثلا سالب عشرة حلوها تصنب سالب تسع قليها هاي سالب ثمانية سالب ثمانية خليه يلا بسم الله حلو السؤال هل هاي متبينة؟ والله متبينة يسا ليش؟ لأنه فيها إشارة أكبر أصغر حطه ويراه على الإكس أوش أخلص من سالب ثلاث ولا من الواحد؟ لا بدي أخلص من الواحد يلا الواحد هاي إشارة عشماله دير بك هاي السالب الثلاث الواحد هاي إشارة هون يا عمري أولا شد أخلص من الرقم اللي بيكون وحيد بعيدة ناقص واحد ناقص واحد هظل بروحل مع بعض سالب ثلاثة اكس أصغر سالب ثمانية ناقص واحد سالب تسعة هاي هاي اللي مش عارف إشارات هاي هاي سالب ثمانية رد اطرح منها واحد بس لجوابك سالب تسعة طيب اليوم يا عمري بدنا نكمل حل شو بدنا نعمل هنا؟ ظل عندي معامل اكس اللي هو سالب ثلاث أيوة دير بك بدنا أقسم على سالب ثلاث على سالب ثلاث على سالب ثلاث إذا قسمنا على سالب ها ركز إذا قسم على سالب شو بتعمل؟ بتقلب بشارة المتباين هذول بروحل مع بعض اكس هاي شو كانت أصدر شو أصدر بتقلب ايش؟ أكبر السالب مع السالب بروح تسعة تقسيم ثلاث ثلاث إذن لا تنسى هذه الملحوظة القوية عندما نقسم المتباين أو نضربها على بسالب على تسالب بدأ اختير شارة المتباين أصغر شو قلبت؟ أكبر حط على خط العداد هاي خط العداد هتروح من جهة اليمين هون عشانه ما فش عندي مساواة شو بعمل بحط دائرة مفتوحة الأكبر دائما شو بتحط معه؟ ما لا نهاية منوجب واندك الرقم بيكون أول شيء بما أنه مفتوح بيكون مفتوح من هون ومفتوح من هون هيك احنا خلصنا حل المتباينة الخطية زي ما شفت حلها سهل جدا أهم إشي فيها أنك تنتبه لما تقسم أو تضرب بعض سالب أنت بتغير اتجاه المتباين هيا ناقص واحد ناقص واحد راح مع بعض سوف أجابك سالب تسعة بعدين على سالب ثلاثة سالب ثلاثة اكس عشان نقصنا على سالب رأسا نغيرنا إشارة المتباين لأننا نجي للنوع الأخير بالنسبة لنا اللي هو العبارة التربعية أو المتباين التربعية طبعا أكيد إحنا بدنا نتعرف كيف شكلها وكيف نحلها أول شي في عندي خطوات الحل ركز لي عليهم أول خطوة جعل أحد طرفي المتباينة يساوي صفر يعني دير بالك لازم تكون أحد أطراف المتباينة صفر ولا بنحلش السؤال مرة ثانية إذا المتباينة التربعية أول خطوة لازم تكون أحد الأطراف يساوي صفر إذا كان مش صفر بدك تساوي صفر أصراح نشوف مثال عليه اثنين نأخذ العبارة التربيعية المرافقة لها ثلاث نحلل خلينا نأخذ مثال سحري ونشوف شو بدو سالمها يلا شوف لهذا المثال إكس إكس تربيع ناقص إكس ناقص 12 أكبر أو تساوي صفر هاي المتباينة بتختلف عن المتباينة اللي قبل هاي شو نوحة؟ هاي نوحة تربيعي يساوي ليش؟ لأنه هاي ها إكس عليها تربيع أول خطوة شو قلنا؟ لازم تتأكد إنه هاي المتباينة أحد أطرافه صفر الحمد لله هاي الطرف هذا كل المتغيرات على الطرف هذا والطرف الثاني هاي جاهز صفر إذا كان مش جاهز ذا كتجاهزه ونعطيك مثال كمان شواء طيب الآن هاي أول خطوة ماشينا فيها لازم يكون أحد أطرافه صفر الخطوة الثانية تأخذ المعادلة التربيعي المرافقة يعني هاي بدلا ما تحلها على شكل متباينة بتحولها على شكل معادلة تمام؟ يعني أنت بتكتبها على شكل معادلة تربيعي يلا X تربيع ناقص X ناقص 12 تساوي صفر أيوه يلا الآن يا عمري هاي عبارة تربيع ثلاثية إخذناها بتفتح قوسين بتلش تحلل لا تنسى الصفر X X حابدين حاصل ضربوهما 12 وطرحوهما واحد اللي هم الأربعة والثلاث الكبير زي اللي بالنص والصغير عكسه بعدها شو بنعمل؟ نقوم بتصفير كل قوس لحال X ناقص أربعة تساوي صفر لحال بطلع منها حل و X زائد ثلاث تساوي صفر بطلع منها حل يعمر فكيف بتتحلها؟ هاي ها زائد أربعة زائد أربعة هون ناقص ثلاث ناقص ثلاث صفة جوابك هنا X تساوي أربعة هاي أحد الحلول والثاني X تساوي سالب ثلاث هذا الحل الثاني تمام يا عمري؟ تمام الآن لازم نمثلها على خط العداد هاي خط العداد هالمرة بدك تحط الجذرين على الترتي هون طبعا دائما سالب ما لا نهاية هون موجب ما لا نهاية الأرقام دائما اللي الصغير بكون على اليسار هاي سالب ثلاث الكبير وين بكون دائما على اليمين كم منطقة الخطوة البعديها بدأ ندرس إشارة الإختران تعلمناها في المعادلات دائما هاي نفس إيش معامل X تربيع عكس نفس ينسى أي معادلة ها ركز معك أي معادلة تربعية لها جذرين بكون دائما دراسة الإشارة طبعتها نفس عكس نفس هاي المعادلة التربعية اللي حليناها كان إلها جذرين طب سالب شو دخل المعادلة ما إحنا أول إحنا قلنا لك حتى أحل المتبايدة تربعية لازم أول شيء أصفرها الشغل أتاكد أنها مصفرها الخطوة الثانية بكتبها عشاك المعادلة التربعية ببلش يحل المعادلة التربعية زي ما تعلمنا سابقا هسا أي معادلة تربعية يعني هاي مميزة موجب أي معادلة تربعية إلها حلين لما تدس الإشارة طبعتها بيكون دائما نفس عكس نفس نفس مين أستاذ ما هذا نفس؟ معامل إكس تربع هاي المنطقة هاي إكس تربع شفتها شو معاملها كان؟ موجب إذن هاي تكون نفس هاي عكس كيف عكس يعني عكس هذي كويش؟ نفس تمام؟ تمام الآن بدأ نرجع للمتباين الأصلية هو شو بده؟ بده أكبر أو يساوي شو يعني أكبر من صفر؟ يعني الأعداد الموجبة أو المنطقة الموجبة بده المنطقة اللي بتحمي الموجبة وين المناطق الموجبة؟ مرة ثانية شو معنى أكبر من صفر؟ إحنا دائما في رياضيات أكبر من صفر يعني موجب أصغر من صفر يعني شو بده يكون؟ سالم المتباين شو كانت هون؟ كانت أكبر من صفر يعني نأخذ المناطق الموجبة كل منطقة موجبة هاي أول وحدة من سالب مالا نهاية لسالب ثلاث هاي أول منطقة المنطقة الثانية من أربعة للمالا نهاية لا تنسى الآن أهم شيء بتخط أشكال دائما المناها هي بيكون عندها مفتوح هون هايش مفتوح بل مشكلتي بالرقم في عندك مساواة نعم كان في عندي مساواة عند المتبايدة كان في عندي مساواة شو بتعمل يا عمري الأعداد بتحط عندهم إيش تمام تمام إذن مجموعة الحل هنا أو المنطقة اللي تحقق هاي المتبايدة اللي هي من سالب مالا نهاية لسالب ثلاث ومن أربعة للمالا نهاية لكن المنطقة من سالب ثلاث لأربعة ما بتحقق المتبايدة يا عمري تمام تمام هاي طريقة حل المتبايدة التربعية سهلة جدا زي ما قلت لك أول شيء أول خطوة تتأكد إنها تساوي أحد أطرافها تساوي صفر يعني لازم يكون أحد أطراف صفر إذا ما كانت صفر راح أعطيك مثال أسا أنت بتخليه صفر بعدين بتأخذ العبارة التربعية المرافقة إلها وتحللها زي ما تعلم دا يتعلم دائما لما يكون عندك متباينة تربعية معبارة تربعية إلها حلين تشتغل على نفس عكس نفس طب إذا كان لحل واحد بيكون دائما نفس نفس نأخذها كمان شوي نأخذ مثال ثاني ما يكون أحد الأطراف صفر شوف هذا إكس تربع ناقص إثنين إكس أصغر من ثماني هذا الصفر حلوس هل هاي متباينة تربعية؟ نعم متباينة تربعية الحل ليش يستمر نهر؟ لأنه عندك الإكس على تربع على أسا أول خطوة اتأكدت أنه أحد أطراف المتباينة يساوي صفر آه شو كان عندي مشكلة؟ أنه عنديش دائما عندي ثماني ما عنديش طرف صفر يعني هذا الطرف في حدود هذا الطرف في حدود غير الصفر شو تعمل؟ ما ليش علاقة؟ أنا لدي يكون أحد الأطراف يساوي صفر فالعملية سهلة جدا شو بتعمل؟ بتدخل الثماني هون ليش يا سيد ماهر؟ حتى أفضيها حتى أفضي طرف أسا أي شيء بتنقوله من مكان إلى مكان غير الشر يعني صفر جوابك إكس تربيع ناقص اثنين إكس ناقص ثمانية أقل من صفر هذا اللي بدي إياه يا عمري إني أنا أحولها أقل من صفر إلا شو بدون نعمل؟ بدون نأخذ العبارة المرافقة إلها يلا افتحوا وحولها لمعادلة إكس تربيع ناقص ثنين إكس ناقص ثمانية تساوي صفر حلل شو أقل حط محا مساواه عشان أنت تعرف تحلها أحسن يلا بفتح قوسين تساوي صفر إكس إكس عددين حاصل ضربهما ثمانية وطرحهما ثنين اللي هم الأربعة والاثنين كيف تحط إشارة السرماهر الكبير يأخذ إشارة الوسط والصغير عكسه كم من اللي يحل لك يا عمري طيب حاضر شو بتعمل أسا؟ مرة إكس تصفر كل قوس لحال كل قوس بتصفره لحال يا كبير زائد أربعة زائد أربعة إذن أحد الحلول هو إكس تساوي أربعة هون ناقص ثنين ناقص ثنين إذن إكس شو بتساوي سالب ثنين هاي طلع لها حلين إذن شو بتشتغل هون على نفس عكس نفس دائما أي عبارة تربعية وثلاثية بكون لها حلين إنت دائما تدس الإشارة بتحط نفس عكس نفس طيب خذ لمثال أو حط خط العداد عفوا الصغير اللي هو سالب ثنين والكبير اللي هو أربعة قلنا دائما نفس عكس نفس نفس مين والناس نايمين نفس إكس تربيعة إذن هاي المنطقة دائما منطقة اليمين مش دائما زائدة دائما منطقة اليمين بتشبه إشارة معامل إكس تربيع هاي إذن شو بحطه على زائد هاي ناقص وهون إيش عمري زائد الآن ارجع للمتباين الأصلية شو بده؟ بده أصغر أو يساوي ايو هاي منطقة الأصغر أو يساوي شو معناها؟ معناها سالب إذن قلنا دائما إكس أصغر أو يساوي شو معناها؟ معناها بدك تأخذ المنطقة من صفر معناها بدك تأخذ المنطقة السالبة إذا كدام الأقل من صفر شو بكون دائما سالب وين المنطقة اللي عندها سالب اللي هي من سالب الثنين لأربعة بما أنه في عندي إشارة مساواة هاي شفتها في إشارة مساواة إذن بحط إيش؟ بحط مسكر مسكر عند الثنت نأخذ آخر متباينة وننهي فيها التأسيس تبعنا سنتقلت لي دائما أي معادلة إلها جذرين بكون دائما نفس عكس نفس يعني في معدات تربعية بكونها جذر واحد آه يعني بكون مميز تبعها صفر شوف هذا المثال إكس تربعية زائد ستة إكس زائد تسعة أكبر من قديش؟ من صفر خيها جهزة هذا السؤال الحمد لله بدك تحلها المتباينة هاي المتباينة الخطوة الأولى فيها جهزة إن أحد الأطراف يساوي صفر خيها إكس تربع زائد ستة إكس زائد تسعة أكبر من صفر يا عمري شو قلنا دائما الخطوة الثانية؟ الخطوة الأولى جاهزة إذن الأولى جاهزة إنها تكون عندي أحد أطراف صفر الخطوة الثانية شو بنعمل؟ بدنا نحولها لمعادلة يلا حول إكس تربع زائد ستة إكس زائد تسعة تساوي صفر يا عمري حاضر حلل هاي عبارة تربعية مربع كامل بس حلل نحلطها بإعشان ما تخربطش إكس إكس أعطيني على دين حاصل ضربهما تسعة لهو ثلاث وثلاث وبتشوحهم ستة شو بحطونا؟ بحطوهم زائد هون زائد يا عمري تمام؟ تمام الآن بتصفر كل قوس لحال صفر لي هذا لحال صفر لي هذا لحال صفر جوابك إكس زائد ثلاث تساوي صفر هون إكس زائد ثلاث تساوي صفر ناقص ثلاث ناقص ثلاث وبروح مع بعض إكس تساوي سالب ثلاث هون ناقص ثلاث ناقص ثلاث إكس تساوي سالب ثلاث أيوة شو بتلاحظ؟ طلع عندي الجذرين متشابهين يعني إكس تساوي سالب ثلاث بحط خطر عبيره رح يكون رقم واحد مش رقمين رح يجلون من فوق بعض إذن في هذا السؤال طلع عند الجذرين متشابهين دائما طلع عندك جذرين متشابهين أو جذر واحد أنت باشو بالدعمة يلا حط آخر طرع دعم هاي السالب ثلاث أيوة القعدة بتقول لي أي عب مش خط يدير بالك هاي تربعية أي نكتبك إيوه شو ما تنساش أي عبارة تربعية يكون المميز لها يساوي صفر أو حان تفهم لها حل وحيد أو جذر وحيد شو بيكون دائما بيكون نفس هاي الجذر هون هون إيش نفس يعني بتكون المنطقتين نفس يعني هاي تكون نفس هاي إيش يا عمري نفس دير بالك تخربط مش خطية أسا أي عبارة تربعية ركز معي أي عبارة تربعية كان إلها حلين متشابهين أو حل وحيد خلنا نحكي هاي كم حل كان للوعاد هاي سالب ثلاث طب سنهو تكرر مرتين صح تكرر مرتين هو نفسه نفسه يعني باعتبار إيش صفحة الواحد تمام تمام بيكون المنطقة نفس 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 مين نفس معامل X تربيع هون كمان X تربيع ارجع شو معامل X تربيع كان هون موجب إذن رح تكون المنطقتين زائد ها مش تخبص هاي ها زائد 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 طيب السؤال شو بده ارجع باتباين أصلية بده أكبر من صفر بس دير بالك ما في مساواة أكبر من صفر عن شو بده أخذ بده أخذ كل المناطق الموجب طيب الساد احنا كلها موجب منين كانت؟ من سالب ما لنهاية للمال نهاية كلها موجبة يا عمري إذن بكتب هنا هايو الفترة سوري من سالب ما لنهاية للمال نهاية أيوة بس في عندي مشكلة السالب ثلاث اللي هو الجذر ما عنده مساواة هايو ما في مساواة إذن ما رح يكون من ضمن الحل دير بالك طيب كيف بده أكتبه هنا بكتب ناقص معناها ما عدا السالب ثلاث يا عمري دير بالك جايك سواء جايك بالامتحان بده المناطق اللي أكبر ها أكبر من صفر عن الموجبه بس ما في عندي إشارة مساواة ما في إشارة مساواة إذا فيش إشارة مساواة في المتباينة يا عمري شو بيكون يعني الجذر هذا ما في عنده مساواة إذا مش راح يكون من ضمن الحل يعني راح تكون كل المتباينة ركز معي كل المتباينة راح يكون راح نأخذها ما عدا الصفر ليش لا هم بده يش بده الأكبر رجع المتباينة بده الأكبر من الصفر ما بده الصفر أسأل أنت بجرب عوض السالب ثلاث تسعة ناقص ثمنتاش تسعة ناقص ثمنتاش سالب تسعة زائد تسعة يساوي صفر هل الصفر أكبر من صفر لا أنا ما بده عند الصفر بده الأكبر من صفر يعني الصفر مش من ضمن الحل فكان سالب ثلاث شو بيعمل ما بيحقق المتباينة سالب ثلاث لو كان عنده إشارة مساواة أه بأخذه بالحل تمام تمام ركز على هذه العبارة إذا فيش إشارة مساواة بيكون الجذر يطلع معك مش من ضمن المنطقة الحل طب كيف أمد السالب نيبكتو بزيك من سالب ملن هاي للملن هاي ما عدا هاي نقص معناها ما عدا السالب ثلاث لأن السالب ثلاث لا تحقق المتباينة بحقق المعادلة لا تحقق المتباينة نير بلك لو حطينا مساواة هنا أه بحققها هو المساواة لو حطيت مساواة هنا بتوقض السالب ثلاث من ضمن حلث تشطبها تمام تمام هيك يا عمري إحنا أنهينا كل إشي بتعلق بالتأسيس اللي بخصنا داخل منهاج الرياضيات التوجيهي الأدبي نصيحة لكل طلابي كل حبايبي ظلك راجع التأسيس أكثر من مرة يعني تدرسه أول مرة ما بزبط معك يعني أنت كل يوم شاء ما تضطح لك كل يوم بتأخذ لك موضوع بتقرأه أو بتراجع التأسيس على الحصة المصورة هاي بتصير أنت تفرغ أمثلتك على ورق خارجي وبصير تحل وتوقف الفيديو وصير تحضر أول مغة نصيحة مني مرة واحدة ما بيعب المخ والرأس بداخل لك تعيد مرة ومرتين وثلاث لأنه التأسيس ضروري جدا هو اللي بيخليك تمخنخ داخل المادة وتفهم كل شيء بيحكي ليه كالأمستاذ داخل المادة لقاءنا إن شاء الله على الشرح المادة بإذن الله رح ننتظركم إن شاء الله داخل البطاقة ورح نشرح لكم الدروس بالتفصيل المململ ونستودعكم الله والسلام عليكم